اشتركوا في القناة وبهذه الاسماء انطلق الشوط وانطلقت الامال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس في مسافة الستة كيلو مترات نبحر في عمق الميدان مع المراكز الأولى نشوف الشاهيني المسيطرة اشطيط بن محمد بن شلبود الخيالي على راس حربة الشوط المركز الثاني ثاني المراكز المركز الثاني المركز الثاني هذه ريم ريم مشاهدين العزال احمد بن خلفان المزروعي تاتي في المركز الثاني في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع والمركز الثالث في هذه الانطلاق ثالث المراكز وهذه صواب صواب عبدالله بن عبيد الاكتبي ياتي بن صليج ياتي على المركز الثالث المركز الرابع شوف هذه اللي هي مذيار ذلول الدار مذيار وعبدالله بن عبدالله بن يعان لمهيري يتقدم مع مذيار على المركز الرابع المركز الخامس هذه وصلت انتباه لراشد بن سعيد بن منانا المركز السادس الدخول من قبل ابتسام ابتسام مواس سالم بن محمد بالسلم هي العفار يقدم ابتسام المركز الثامن في هذه اللحظة ثامن المراكز حفلة 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 اسعد بن غريب بن اسعد لينيبي يتقدم في هذه اللحظات المركز التاسع وصلت انجاز وصل بن فارس الدرعي فارس بن عبدالله الدرعي والمركز العاشر اشوف اللي ادخلت من الجانب الاخر بناخذها عاشرة رغم ثمانية هذه ندأ ندأ جعفر بسهيل بن مرخان الاكتبه هذه النتيجة هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المرموم عشرة على عشرة دائما في هذه الانطلاق وفي هذه التحديات يوم الابداع في اشواط الانتاج والمنتجين ايضا الفوز لطعم خاص ونكهة خاصة وكل شيء جميل خصيصا في الانتاج والمنتجين اعود الى المراكز الأولى بعد ان اكملت النداء نعود الى المركز الأول الشاهينية اشطيط بن محمد بن شالبود الخيالي على المركز الأول على الانطلاق الأول بن شالبود الخيالي يقود الشوط يتقدم بالمركز الأول بن ما ناتي في المركز الثاني وهذه مطفية بعد ان اتضحت رويت رغمها هذه مطفية اللي تاتي بهذه اللحظات وياسر بن محمد بن ياسر العفاري يتاتي في المركز الثاني المركز الثالث مذيار 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 بن يعان المهيري اللي يقدم مذيار عبدالله بن يعان المهيري يتقدم في المركز الثالث مع مذيار المركز الرابع في هذه اللحظات صواب عبدالله بن عبيد بن صليج ياتي لكتبي على هذا الاندفاع شو بمنانا بمنانا مع انتباه راشد بن سعيد بمنانا يقدم لنا انتباه في هذا الانطلاق بينما بالسلمي العفاري يتقدم ويقدم لنا ابتسام ابتسام في هذه اللحظات وابن فارس الدرعي يغد من جاز فارس بن عبدالله بن فارس الدرعي يتقدم في هذه اللحظات ولكن هناك ايضا ندى جعفر بن سيل بن مرخان على المركز الثامن والتاسع والعاشر ساير شوي بنشوف يا ابو سعيد يا لقليبي نشوف المركز الثامن والتاسع والعاشر تغريبا هذه حفلة لأسعد بن غريب الينيبي والمركز التاسع من وصلت فيها امداهم زايد بن حمد بن علي العويسي المركز العاشر هذه نجود نجود عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي هذه النتيجة هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى للعشر المراكز الأولى بن عود هناك إلى المجموعة إلى المجموعة الأولى إلى هذا التقارب هذا التقارب مثل ما ذكرت سابقا أن التقارب في دليل على التنافس وفي أمال للمشاركين كذلك بتحقيق الفوز في مسار الشوط وفي أثار للمعلق للمتابع للشاشة أعود عموما على كل حال أعود إلى المركز الأول وغيرت إنجاز إلى مكان الإنجاز فارس بن عبدالله الدرعي يتقدم بالمركز الأول أهالي القوع أهالي القوع يقدمون هذه السلالات السلالات العريقة التي تنتمي للمجموعة العلمية في هذا الانطلاق ويأتي بن فارس الدرعي دائما بهذه السلالات أشكرك أشكرك للمركز الثاني الشاهيني اشطيط بن محمد بن شلبود الخيالي والمركز الثالث مذيار عبدالله بن يعان الشامس المهيري عفوا عبدالله بن يعان المهيري على المركز الثالث والمركز الرابع هذه مطفية ياسر بن محمد بن ياسر العفاري في هذه الانطلاقات وبالسلم يتدخل بقوة ابتسام ابتسام وسالم بن محمد بالسلم العفاري في هذه الانطلاق في هذه التحديات الموقف 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 في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق 1200 نذكر المضمرين نذكر الملاك بالـ 1200 يا سلام نذكر كل اللي تابعنا بالـ 1200 في هذه الانطلاقات وعودتنا على الكيل والأخير بعد الـ 1200 الكيل والأخير الكيل والأخير في هذا الاندفاع وهناك ندى 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 تتقدم جعفر بن سهيل بن مرخان غيرت غيرت من سمعة الزقرة وازمت بالخال يديها الله يا سلام يا سلام يا الله لوامر جولة لوامر جولة لوامر ولكن من الجانب الآخر بن يوعان لمهيري بن يوعان لمهيري مراعي مذيار انتباه راشد بن منان واصلة واصلة نجود عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي كذلك في هذا الشوط تبدلت الأمور تغيرت كل الأمور بن منان المتحدي بن منان المتحدي دائما بشعار وتحدياته ولكن ولكن شوف 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 ما شاء الله شوف الأمتار الأخيرة شوف الأمتار الأخيرة نجود نجود عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي المزروعي يقدم نجود يقدم نجود على المقدمة يا أهالي وين السلامات أهالي سويحان سعدتم صباحا وبمنان المكافح والمتحدي بمنان وياتي وياتي عيسى بن خلفان المزروعي تهنين على فوزي نجود وسلام لحالي سويحان ونجود من إنجزة هذا إلى داء الجميل في هذا الشوط المركز الثاني انتباه لراشد بن سعيد بن منان المركز الثالث لعبد الله بن يعان المهيري والمركز الرابع هذه لسهيل بالدليل بن صقوح العامري والمركز الخامس منه وصلت في حفلة لأسعد بن غريب لينيبي هذه الخمسة المراكز التوقيت الزمني لهذا الشوط نعود مشاهدين العزو مع مخرجنا عبدالله ودي في شاشة دبي ريسنج بمؤسسة دبي للإعلام في هذا الإخراج الجميل وفي هذه التحديات الرائعة 9 دقائق 13 ثانية 4 أجزاء من الثانية من حلة بالمركز الأول هذه نجود عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي تهنين له المركز الثاني ثاني المراكز 9 دقائق و13 ثاني 7 أجزاء من الثانية تهنين لراشد بسعيد بن منانا في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع للمركز الثاني المركز الثالث نشوف الثالثة ثالثة على شاشة التلفزيون بنشوفها وبنشوف توقيتها في هذا الاندفاع 9 دقائق 17 ثانية 8 أجزاء من الثانية من الثيار هذه اللي حلت في المركز الثالث عبدالله بن يعان المهيري تهنين للجميع اشتركوا في القناة